الحديث المخرج في الصحيحين وهذا الحديث يرويه همام ابن منبه أخوه ابن منبه كلاهما كان يهوديين وأسلم همام ابن منبه يقول هذا ما حدثني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وعلمة استفهام كبيرة ما المقصود؟ صورة الله أو صورة آدم نحن نرجع على صورتي على صورة آدم يعني آدم لم يترقى ولم يتطور في الخلقة وإلا الشبهة قائمة بما أن همام ابن منبه وأصله يهودي أيها الإخوة وأسلم الشبهة قائمة أنه قد يحتمل أن يراد على صورة الرحمن لأن هذا مكتوب في التوراة نخلق بشاً على صورتنا انتبهوا هذا حديث الصورة اسم حديث الصورة أو حديث أبي مسعود الأنصاري أيضاً قال لا تطلبه النبي عليه السلام فإن الله خلق آدم على صورته هل هو سرح في بعض الطرق على صورة الرحمن على صورة الرحمن هذا من دسيس الإسرائيليات من دسيس الإسرائيليات ليس كمثله شيء نحن بسنا على شكل الله الله ليس له هذا الشكل أعوذ بالله يا أخي مثل حديث وإن ربكم ليس بأعور هذا مما يرد ولو كان في الصحاح يعني لو كان بعينين استغفر الله العظيم شيء فضيء يا أخي هذا هذا من إسرائيليات الإسرائيليين في أحاديثنا في عقائدنا المهم طوله ستون ذراعة طول آدم ستون ذراعة ثم طبعا أرسله الملائكة لكي يحييهم فردوا عليه وزادوه وبركاته الحديث المشهور في الصحيحين ثم يختمه النبي عليه السلام بالقول فكل من دخل الجنة على طول آدم أي يكون على طول آدم ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص يعني يتقاصرون إلى الآن إلى اليوم هذا حديث في الصحيحين الحظ ابن الحجر وهذا من المرات المنزورة والمعدودة في فتح الباري استشكل شيئا بخصوص هذا الحديث الحديث نفسه أشكل عليه كيف؟ قال هذا الحديث بظاهره يخالف يخالف ما عرف ورؤية من آثار الأقوام البائدة كمساكن ثمود يشوف ابن الحجر عقلي علميه هنا وأيامه لا في علم جيولوجيا ولا في هذه الأشياء ولكن هكذا بعقل علمي مهج علمي قال مساكن ثمود موجودة وأبني لهم وأبني لهم في الحجر وغير كذا طيب قال واضح من مساكنهم ومن آثارهم أنهم لم يكونوا أعظم منا ولا أطول منا مثلهم مثل ما نقول الآن المميئات المصرية المميئات المصرية في طوهنا وأحيانا أقصى خليلا منا نفس الشيء نفس الطوه البشر هذا مئة وستين مئة وسبعين مئة وخمس وخمسين سامة هذه من آلاف السنين من ألوف السنين لا ابن حجر يقول من ثمود حتى مساكن ثمود تؤكد أنهم كانوا في مثل قاماتنا على أن يقول حافظ ابن حجر على أن المسافة بينهم وبين أبيهم آدم أدنى من المسافة التي بينهم وبيننا فهمتم كيف حقلي علميه ثم قال الحافظ ابن حجر ولم يقع لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال خلص ومضى يقول الحديث فيه مشكلة الحديث في الصحيحين بس فيه مشكلة اسمعوا الآن كيف سأشكل على هذا الحديث من باب آخر بطريقة علمية هذا الحديث لو سمعه أي عالم متمرس في علم الأحياء سيرده مباشرة ويقول أنتم قوم تهرفون بما لا تعرفون تعرفون لماذا؟ سأوضح هذا ربما ذكرته مرة والآن سأبسطه تماما قانون في علم أيه؟ في علم الأحياء أيها الأخوة الزيادة في وزن الجسم الحي المخلوق الحي المتعدد الأورجانزم تتناسب طرديا مع مكعب ليس مربع المكعب مثلث مع مكعب الزيادة في أبعاده الخطية طبعا الأبعاد الخطية يتحصل منها ماذا؟ الحجم عروف حجم في الفراغ ما تحتله إيه البنية في الفراغ ولكن الزيادة التي يكتسبها الجسم الهيكل بالذات العظمي الهيكل العظمي مقطع العظم التي يكتسبها الهيكل العظمي لمقاومة الثقل والوزن تتناسب مع الزيادة أو مع مربع الزيادة مع مربع وليس مكعب احفظ هذا القانون قانون علمي صارم مع مربع الزيادة في أبعاده الخطية بمعنى خلينا نكون واضحين الآن آدم خلقه الله وطوله ستون ذراعا الزراع إما أن تكون ذراعا شرعية وإما أن تكون ذراعا هاشمية الزراع الشرعية 24 إصبعا يعني 48 سنط تساوي تعدل 48 سنط قوله 50 والذراع الشرعية 38 أصبعا تعدل 64 سنط قوله 65 هكذا في المتوسط كان طول آدم كم 30 مترا في المتوسط بين الزراع الهاشمية والذراع الشرعية طيب 30 مترا يعني تقريبا أزيد منها بنحو 20 مرة لجبر هذه الكسور 20 مرة فالآن آدم ضعف حجمه أيها الإخوة 20 ضعفا عننا لأننا لابعاد خطية نتحدث عن الطول الآن كم سيتضاعف وزنه تناسب هنا مع المجعب فسنقول 20 في 20 في 20 8000 مرة 8000 مرة هيكله العظمي كم سيتضاعف لكي يحتمل هذا الثقل الزائد مع المربع وليس مع المكاعب 20 في 20 400 مرة 400 مرة ووزن 8000 مرة حتما يقول لك أي عالم في البيولوجي مستحيل أن يخلق هذا الخلق على الكوكب الأرضي لماذا؟ لأنه سينهار مباشرة تحت ثقاله ووزنه بالقانون لذلك هذه الأفلام التي تحضرها تهدف تشوى حتى الفهم العلمي لكن كونغا والذي أضعف من غوريلا يعني أعظم من غوريلا 100 مرة كلام فارغ مستحيل 100 مرة يعني حجمه عن حجم الغوريلا ف100 في 100 وزنه يكون أثقم الغوريلا مليون مرة لكن الهيكل العظم عنده 100 في 100 عشرة آلاف عشرة آلاف مقابل مليون مستحيل سينهار مباشرة لذلك هذا الخيال هذا سينس فكشن كلام فارغ فانتازي هذا في علم البيولوجي احفظ هذا القانون لسه في مشكلة طبية أخرى يعرفوا هذا رسول الطب ووظائف الأعضاء في الزيولوجي ما هي؟ القلب مشكلته إخواني وأخواتي علميا مشكلته أن حجمه أصغر من أن يمد أنسية الجسم كلها بالدماء حين يضخ سبحانه الأصغر ليس كالكبد هو أعظم الأعضاء عضو صغير نسبيا وإلى حد بعيد ولكن القلب هذا بحكمة الله بتقدير الله يعوض هذا النقص في حجمه بماذا؟ بمطاطية ومرونة الشرايين ولذلك بهذا الحجم الصغير يمكن أن يمد هذا الجسم بس انتبهوا عاد الشيء الخطير كل كيلو جرام زائد في الوزن يقتضي يقتضي أن ينشئ الجسم عدة كيلو مترات من الشرايين الجديدة ومن هنا خطورة إيه السمنة أيها الإخوة على صحة الإنسان وعلى قلبه الأخطر من هيك عاد ارجع على قانون التربيع وقانون التكعيب إذا آدم أعظم حجما منه بعشرين مرة إذن هو أذقل وزنا منه بكم مرة؟ ثمانية آلاف مرة طبيا مستحيل أن يوجد هذا المخلوق على كوكب الأرض وأن قلبه وقد تضاعف كما قلنا لكم أربعمائة مرة فقط يستطيع أن يغذي وزنا تضاعف ثمانية آلاف مرة طبيا تحدث لكم مسلمة علمية طبعا بعض الناس لا يعنيهم لا علم لكن يقول لكم لا النبي قال ما هو يا أخي الكريم يا أخي الحبيب من قال لك أن النبي قال هذا النبي حاشاء أن يقول لأننا نؤمن بأنه نبي من عند الله لا يكذب على الله والله لو أوحى إليه لا يوحي إليه إلا بما هو حق ترجمة نانسي قنقر